هذا كلام ربنا جل وعلا ليكن لنا على بال دائما وابدا ولنلازم عبادة الله ما دمن على قيد الحياة لا نضيع منها لحظة أو فترة تكون حسرة علينا يوم القيامة حين لا ينفع الندم ولا تعوض الفترة التي تمر عليك وتنقضي لا تعوض بمال ولا بثمن ولا يمكن أن ترجع إليك ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها اتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم لا سيما وأنتم الآن في وقت الفتن والشرور المتلاطمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فلنتق الله يا عباد الله ولا ننشغل بدنيانا أو بلهونا ولعبنا عن آخرتنا فإن الدنيا فانية والآخرة باقية فلنعمل لما يبقى ولا ننشغل بما يفنى وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل ترجمة نانسي قنقر